ايهاب والطبيعة مرحبا بكم في قناة ايهاب والطبيعة تتحدث القناة عن حضارة مصر الفرعونية القديمة The Channel is talking from the ancient pharonic civilization to Egypt ايهاب والطبيعة ايهاب والطبيعة مرحبا بكم مجددا في قسم حضارة مصر العظيمة. موضوع اليوم عن الملك امن حطب الثالث والملكات تي والاله سوبك. امن حطب الثالث هو تاسع فرعن الاسرة الثامنة عشرة ومن اعظم حكام مصر على مر التاريخ. ولد في الف واربعمائة واحد عشرة قبل الميلادي. الملكات تي. ابنة يويا نوتاويا التي أصبحت الزوجة الملكية لأمن حطب الثالث. كان امن حطب الثالث في اوائل سنوات حكمه مهتما بالرياضة وخاص الصيد حيث كان صيادا عظيما حيث عثر له على جعران يسجل فيه انه اقتنص مئه ثور بري في رحل صيد. استغرقت يومين وجعران آخر اقتنصه في السنة العاشرة ذكر فيه انه منذ ارتقائه العرش قطل مئة واثنان من حيوان الاسد في الرحلات الصيد. وأبدأ اهتمام قليل للعمليات الحربية. من اسماء أمن حطب الثالث أمن حطب الثالث أمن أفس الثالث وامن حطب العظيم. تزوج امن حطب الثالث في السنة الثانية لحكمه من الملكات ولم يكن لها اصول ملاكية ولكن والدها كان يشغلان مناصب راقية في الدولة. انجبت له امن حطب الربح خليفته. وكان له العديد من الزوجات منها زيجات دبلوماسية من اميرات اجنبيات مثل الاميرة جلو خيبا بنت ملك متنوى اميرة نهرين. وتزوج من اخته ايزيس وفي العام الثلاثين من اخت اخرى له تدعى ست امون. والمعروف انه انجب ستة من الابناء منهم ولدانهما تحتمس وهو الابن الاكبر ومات في حياته وامنحت بالرابع. واربعة بنات عمني أمان حطب الثلاثين من الثلاثين الملعقى والمعروف انه ان ستة من العام الثلاثين لغاية امقابة ايضاء بيد من الملعكي عشرين امال انه من الأكبر مهم لدى موجود ملعقى ايضاء ربعه واليوجود الامرنائي بشترك. توفى امن حتم الثالثة بعد ان حكم لمدة ثمانية وثلاثون عام وهو في سن الخمسين واكتشفت المقبرة التي اعدها لنفسه في عام الف وسبعمائة وتسعة وتسعون وهي المقبرة رقم اثنان وعشرون بوادي الملوك وقد وجدت فارغة وجدران مهدمة بفعل الضغط والعوامر الجوية ولم تكن ممياؤه بداخلها حيث وجدت ممياؤه في مقبرة بالقرب من الدير البحري وتم اغفاؤها بواسطة الكهنة واكتشفت في عام الف وثمانية وواحد وثمانون أمن حاتب III died after having ruled for a period of 38 years at the age of 50. And he discovered the tomb prepared for himself in 1799, a cemetery no. 22 valley الملوك.outt found empty and the walls destroyed by the pressure and weather factors were not mummy where you found the mummy in a cemetery near diar al-bahari was concealed by the priest and was discovered in 1881 inside. لأله سوبك حكم سرى من الف وثلاثمائة وتسعة واربعون الى الف وثلاثمائة وستة وثمانون قبل الميلادي ارتبط سوبك ايضا بالقوة والخصوبة والبراعة العسكرية وهذا ما كان يعبر به قناعه على الشكلة المساح The god Sobic ruled Egypt from 1349 to 1386 BC. Sobic was also associated with strength, fertility, and military prowess. And this is what he was expressing with his mask in the form of a crocodile. نتمنى ان يكون الشرح وافيا. ولا تنسوا الاشتراك والاعجاب بالقناة والضغط على زر الجرس. وشكرا لمتابعتكم. اشتركوا في القناة We hope that the explanation will be adequate. And don't forget to subscribe, to like the channel, and to press the bell button. And thank you for watching. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة